تحركات على غيرار التظاهرات والاضرابات ازدادت على الصعيد العالمي مؤدية الى تلاشي التماسك الاجتماعي وبحسب الامم المتحدة السبب الرئيسي هو ظروف سوق العمل المتدنية على مستوى العالم حيث اعلنت المنظمة بان اكثر من 470 مليون شخص عالميا عاطلون عن العمل او في حالة بطالة مقنعة في تقريرها السنوي شددت المنظمة على ان نحو 285 مليون شخص حول العالم يعتبرون في حالة بطالة مقنعة ما يعني انهم اما يعملون اقل مما يرغبون او فقدوا الامل في العثور على وظيفة او لا يمكنهم الوصول الى سوق العمل وفي الوقت ذاته حذر تقرير المنظمة من عدم المسواة في الدخول والوصول الى الوظائف بناء على معايير على غرار الجنس والعمر والموقع الجغرافي المنظمة افادت ايضا بانه من المتوقع ان يرتفع عدد الاشخاص الذين تم تجيلهم كعاطلين عن العمل الى 190 مليون وخمسمائة الف مقارنة ب188 مليون في عام 2019 في ذات العام اندرج اكثر من 630 مليون شخص اي خمس السكان العاملين في العالم ضمن ما يعرف بالعمال الفقراء ما يعني انهم حققوا اقل من ثلاثة دولارات فاصل اثنين في اليوم من القدرة الشرائية وبينما لا يتوقع ان يتغير المعدل الذي بلغ 5.4% العام الماضي كثيرا يرجح ان يرتفع العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل بعض الشيء في وقت يؤدي التباطؤ الاقتصادي الى انخفاض عدد الوظائف المتاحة لعدد السكان المتزايد